ماذا يفعل مختبر بيلوجي سري امريكي في جورجيا مختبر لوغار هل سمعت به من قبل مختبر امريكي مختص بصناعة جراثيم موطنه في جورجيا قريب من روسيا وايران والصين خصوم الولايات المتحدة الامريكية تأريخ من الابحاث الجرثومية وجد المختبر عام 2015 المختبر يحفظ في ارشيفه تأريخ صناعة الفيروسات منذ سبعين عاما والتي تستخدم كسلاح بيولوجي لمواجهة اعداء امريكا في المركز مدرج اقلاع لطائرات مسيرة تتكفل بنقل جراثيم ونشرها في البلدان المستهدفة او توضع بحشوات الصواريخ الامريكية وتضرب بها المواقع المستهدفة بسرعة اكبر هل من الممكن ان يكون المركز مهد ولادة فيروس كورونا